طبعا أخصاء الأحمال بالنادي الأهلي كابتن أنيسي أنا ببرك لك الأول عفوز بالمباراة النهاردة وعايز أحييك بشكل كبير جدا على أداء البدن اللعابي النادي الأهلي والشغل الواضح بالنسبة اللعابي النادي الأهلي خلال فترة السابقة مباراة الزمالك مباراة المصر 120 دقيقة مباراةين أقوية وربعض سواء المقصة الجيش أيضا الرجاء والنهاردة في الديئة 90 النادي الأهلي بيحرص فوز مهمة جدا بسم الله شكرا يا مير مبروك لنا ومبروك لك يا مير مبروك لكم كلنا ومبروك لكل الأهلوية الحمد لله الحمد لله الماتش كان صعيب كان فيه فترات كان فيه كمية جاري وكمية جاري كبيرة يجب أن يبدل مجهود مضاعف لحسم المباراة الحمد لله في الدقائق الأخيرة الماتش يعني أنا بش ما يقولش اللياقة البدنية فقط ثم روح وإصرار وعلى طول أنا بقول روح وإصرار عزيمة الناس اللي أحيانا بتخليك تعدي إمكانياتك البدنية بقدرة ورغبة داخلية طبعا لما تكون عندك اللياقة تساعد فهذا عمل مهم الحمد لله يعني كل اللايبين كانوا ممتازين يعني خلي بارك عمل اللياقة البدنية هو شغل كل الطاقم الفني ما فيش حد مسؤول عليه بكل المطاقم الفني هو يعني متفاهم ومنصق على حمل التمارين والناس اللي ما تلعبش والناس اللي تخش فالحمد لله يعني ربنا كرمنا وتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى الحمد لله بحيي كل الناس كل الناس اللي في استوديو مش عارفين مين في استوديو كل جميع محمد فاروق كابتن شريف عبد المنعم كابتن ربيع عسين كابتن عادة برحيف كابتن فاروق تحياتي لكم وربنا ان شاء الله دايما نفرحانين كلنا وربنا يكرمنا ونكمل كده المشوار ولسه عندنا اهداف مباراة يعني زي كل مباراة صحيح انه مباراة جماعتك برقم اثنين في الدوري أو المنافس المباشر يعني مباراة احنا نسميه ستة نقاط ستة نقاط والحمد لله في مشوار طويل مزال وهدفنا ان نحقق ارقام كما في الموسم اللي فات يعني نتفوق على نفسنا يعني نحقق حاجة اقوى من اللي احنا بنعمله فدي الرغبة الموجودة عند كل الناس جهاز ولعيبة ومسؤولين والحمد لله تحياتي والف مبروك النجاة ضغط المباراة بتتعامل مع ازاي والله ضغط المباراة في حاجة حاجة بدنية طبعا مهمة جدا دلوقتي يعني بقت خطر اكتر هي حالة الملاعب يعني في الفترة الاخيرة يعني مع البرد مع امطار المباراة المتتالية على نفس الملعب النهاردة يعني الحمد لله ربنا سطر شفنا لعب من نادي اسماعي يطلع فالحمد لله ربنا يكرمنا بضغط المباراة نتعامل معها بالاستشفى وبالتدوير اللي كابتن حسن بيعمله بالروتيشن في اللعيبة وطبعا الحاجات الماخزون البدني موجود معانا من فترة بتحاول انتعامل معاه عشان ما نحملش بين المباراة يبقى احسن استشفى ممكن وتكون ونحن نطلب من اللعبين انه فيه امور ماتش يعني يكون اداوه 100% ما يحسبش فيه خطر هو نفس الوقت تمارين ومباراة بين المباراة فيش تمارين عالية فالمباراة هي تمارين ادي لو خلاص تعبت حطلع بس حادي اكتر ماكسيموم بتاعي فربنا يكرمنا ونكمل كده وربنا يستر ان شاء الله مرسي شكرا سلام عليكم ده طبعا كان نقال مع كابتن عنينس الشعلالي بصراحة كان اختيار جيد جدا من كابتن حسام البدري فور توليه المسئولية هو المجيء بكابتن عنينس الشعلالي هذا المدرب التونسي الخاص بالاحمال واكيد شغل واضح جدا مع النادي الاهل خلال الفطرات السابقة